بالنسبة للناس اللي كيعانيوا من التولال اليوم غدي نشارك معكم واحد الوصفة رهيبة واللي كتقضي على التولال مجرد ما كتوضعوا هذا المكون هذا على التولال فهو كيبس كيموت وكيختافي له الاثار هذا المكون هذا اللي هو البطيخ الاحمر كيعطي واحد نتيجة يعني رهيبة في علاج التولال مهما كان عندكم يعني منتشف الجسم ديالكم فغتقولوا باي باي تي حاجة تميز التولال مع هاد الوصفة هذي اللي غنعطيكم اليوم ان شاء الله سبحان الله يعني يعني مجرد ما كتوضعوا هاد الوصفة هذي فغتلاحظوا بان التولال بدع يعني تيتقشر وبدع يعني تيتحيد المهم تبعوا معي الوصفة حتى للتالي ما تنسونيش موحد لايك الفيديو حكا باشتجعوني وكذلك لك انتو جداد فغتنقول لكم مرحبا بكم ما تنسوش نضموا العائلة ديالنا فعلوا كذلك زر الجرس باش دائما فيما نحطش فيديو تبقوا انتوما الولاء اللي كتوصلوا بي ان شاء الله هنا كما كتشوفوا معي غادي نبدو على بركتي الله اول حاجة غنحتاجو البطيخ الاحمر اولاد اللاح كما كنسميه بالتاليجة غناخدو القليل منو يعني غنحكو واحد القطعة هكا صغيرة ديال البطيخ الاحمر بات الشكل يعني كناخدو العاصير ديالو بالنسبة يعني اللي بغيتو شي وصفة يعني خليوا لي في التعليقات اسفل الفيديو كتبوا لي الوصفة اللي بغيتو ان شاء الله نشارك معاكم قاع الوصفات اللي غا تطلبوهم مني ان شاء الله هناك ما كتشوفوا معي غا ناخدو هاد الكميه هادي ديال العاصير بها الشكل هذا من غير كندلو غير واحد كميه قليلة تقريبا واحد محلاقة كبيرة من بعد غالي نخليو هاد على الجانب وغالي ندوزو ناخدو تاني مكوين اللي هو التومة او التوم الاحمر غا نحتاجو التومة تكون حمراء من احسن تكون تومة حمراء يعني كيكون فيها الدواء وكنناخدو واحد الفص ديال التومة غير فص واحد ديال التومة وكنحكوه في الحكاكة وانا كنبشروه كنحكوه في الحكاكة ومن بعد احنا غا ناخدو هاد الفص ديال التومة حكوه في الحكاكة تكون رقيقة يعني من احسن لانو غا نحتاجو هنا يكون بحل البومات يعني ما نحكوه ما يبقاش لنا اغليض وخاها هاد كتخلي ذاك كتخلي ذاك التومة غليضة ولكن غادي ندير لها ذاك الصفاية باش هكا مسبقاش اغليضة ممكن ما ولكن غا نستعمل الحكاكة باش هكا نتحصل على ذاك التومة تكون بحل البومات يعني بحل شكل البومات كما غادي تشوفو معايا هنا في الفيديو بهاد الشكل وغادي نضيفوها لدك العصير ديال البطيخ الاحمر بهاد الشكل كما كتشوفو معايا طريقة سهلة غرفة السواحة ديتوما كيفما كنت لكم صافي كما كتشوفو معايا غادي نضيفوها لتاليس مكون غادي نضيفوها لتاليس مكون غادي نضيفوه على هاد الخالط غادي نضيفوها طاستحقن خل تفاحnia تقريبا نقضروا احد علقة صغيرة ونخلطو المكونات مزيان هاد الوصفرة ساهلة تحضروه في خمسة ديال دقائق اني ساهلة ماشي صعيبة حتى المكونات ديالها ساهلين وبساطين من بعد غن ناخدو زيت الخرواع اللي حتى هو تقديرينا على تولال نخلطو مزيان المكونات ديالنا من بعد غن ناخدو زيت الخرواع ونخلطو مزيان المكونات ديالنا من بعد غن ناخدو زيت الزيتون كنديرو من متقرب الواحد نصم عقلقة صغيرة فهذه المكونات كاملين كما الشمعية كلهم سنضيفوهم كما الشمعية على هادو كل مكونات اللولين سافي ونخلطو الوصفة ديالنا مزيان كما كتشوفو معايا هذا هو الخارج ديالنا من بعد غن نضو زيت با لطريقة ديال استعمال ديال هادو الوصفة اول حاجة اني غن ناخدو هادو الويدات ديال ودنين ناخدو الويدات ديال ودنين وغن نضو كن نوضعوهم في ذاك الخالات و كن نوضعوه على تلال يعني لما كان تلال في ما عندكم شي تلالة غتوضع عليها بهذا الطريقة توضع عليهم على ذاك الخالات في هذا الشكل وكتخليوه احتين شفية يعني كتخليوه ما كتغسلوه شاك البلاسة كتخليوه وورا به هات طريقة هادي غالي ان شاء الله تخلصو من التلال لان الوصفة هادي سهلة وكتعطيني نتائج يعني سريعة في ازارة التلال غراحتوى لو كان عندكم يعني منتاشر بزاف فغالي ان شاء الله تخلصو منه مهم هادية الطريقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة